ضمن حملة لإلغاء القطوعات ورفع الحواجز عن أحياء المدينة القديمة لسامراء وذلك بعد غلقها سبب الظروف الأمنية التي أحاطت بها باشرت القوة الأمنية المشتركة وبعد دراسة ووضع الخطط اللازمة بفتح مناطق المعتصم والجباريات والمثنى والبشامان والبوباز على أمل رفع كافة القطوعات خلال الأيام القادمة لأهمية مدينة سامراء والانسيابية حركة قصدها تم دراسة الموقف ومن ثم رفع كافة الصبات أمس المتواجدة في منطقة البوباز وهناك وهذه تعتبر المرحلة الرابعة التي سبقتها على مراحل رفع الصبات في كافة المناطق من الجباريات والمثنى والجباري الثانية والولى والثالثة والبشامان والبرحمن واليوم اختتمنا بفتح شارع حي المعتصم شارع البوباز مدخل التانكي وإن شاء الله في الأيام القادمة هناك خطة موضوعة ومدروسة من قبل قيادة عمليات سامراء لسراء السلام بفتح باقي الشوارع لأهمية مدينة سامراء وأهلها وزائريها وكل القاصدين لهذه المدينة المقدسة أهالي هذه الأحياء استبشروا خيرا بهذه الخطوة معربين عن تعاونهم مع الأجهزة الأمنية في الحفاظ على المكتسبات المتحققة مطالبين بالإسراع في فتح بقية المناطق ليتسنى لهم الحركة الاعتيادية التي حرمتهم الظروف الأمنية منها خلال الأربعة عشر عام من الماضية بعد إغلاق المنطقة لأكثر من أربعة عشر سنة الوضع رجع على طبيعته يعني قبل كانت الأهالي أهل السيارات اللي عنده مريض يفتر تقريبا كيلومتور حتى يقدر يصل إلى المستشفى والحمد لله هسا يعني الناس دا تمشي براحتها وإحنا نطالب باسم أهالي سامراء بفتح كافة المنافذ اللي تعيق تحرقاتهم وتعيق فتح محلاتهم وإن شاء الله إحنا يد واحدة مع القوات الأمنية كافة وإن شاء الله وضع مستتيب جهدهم الكبيرة سنوات مضت على غلق حي المعتصم ولدوافع أمنية منذ عام 2007 افتتاحه اليوم ورفع الحواجز الكونكاريتية والأسلاك الشائكة بداية لنهاية ملف أمني أثر على سير الحياة في المدينة من صلح الدين فراس الحسن أتسغير